ولا والدتك هتتجنن عليك بتتصل بي انا والليه اليوم بتاع 300 مرة قل لي اخبارك ايه انا كويس وبخير والحمد لله ما تقلقوش بس طمني على والدتي انا عارف انها قلقانة علي بس مع الاسف الشبكة عطلانة هنا خالص وعربيتي كمان يا سيدي حصلت علشان كده معرفت شارجة وفضلت قاعد هنا مع انسة لميس ايه ده معقولة انتي لميس زي ما مهاب كان متوقع تمام عايز اقولك ان كلنا كنا متوقعين انك ما تزعلش يعني انك مدت من زمان واكيد الحيوانات المفترسة اكلوك لكن مهاب الوحيد اللي كان مؤمن بيك وكان دايما بيقول لا هي عايشة ايوة يا سيدي هي دي لميس لميس البطلة اللي عاشت هنا في الغابة دي والوحدها وهي طفلة رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت بيها الا انها قدرت تحافظ على نفسها وقدرت تتأقلم على الوضع وكمان كل الحيوانات صخرتهم ليها وبقوا بيحبوها وبيسمعوا كلامها ايوة يا استاذ مهاب اكيد عملت لها حبيتين الحنية بتوعك علشان توافق ترجع معانا اصلا عارفك انت حاطت المهمة دي في دماغك وكنت قايل من قبل ما تيجي انك المهمة دي لازم تنفذها شكلك كده رسمت عليها الحب وهي صدقتك والله انت ما تعرفهوش لميست حصبت جدا اول ما سمعت الكلام ده وحست ان هوا كل ده بيخدعها وبيضحك عليها اما مهاب بصلها وكل نظراته كانت بتقولها ان لأ ما تصدقهوش يا لميس لكن فجأة لميس فضلت تزعق وتقولهم كلكوا طلعوا برا انا مش رايحة في حتة هو ده بيتي وكل الحيوانات اللي هنا يكونوا اهلي وانت اول واحد يا مهاب باشا تمشي من هنا ومش عايزة اشوف خلقتك هنا تاني كلكوا تمشوا برا انا قاعدة هنا ومش هروح في حتة اطلعوا برا مهاب قال لها لميس ويتفهميني غلط والله ما فيه اي حاجة من اللي هو بيقولها دي هو بس بيحب يهزر لكن ما فيش حاجة خالص من الكلام ده انا جيت هنا وفعلا كنت ناوي اني اخذك علشان اكمل المهمة بتاعتي وروحك لغاية اهلك لكن بالحكس بعد ما عاشت معاك واقعدت معاك طول الفترة دي ابتدت اتعمل معاك من قلبي ردت لميس بعصبية وقالت والله اجذب كمان اجذب علشان المهمة بتاعت سيابتك تقوم بنجاح وتخلص بنجاح بقولك انت خلاص ما لكش اي علاقة بيا تاني اتفضل روح مع صحابك وما تجليش هنا تاني انا زمان كنت باكره الناس علشان اهلي سابوني هنا ومشوا سابوني في المكان ده الوحدي لكن انت اول ما جيت هنا ابتدت اغاية الرأي لكن دلوقتي كرهتهم تاني اهدي بس يا انيسة لميس انا شكلي عكيت الدنيا ولا ايه بص استهدي بالله كده وتعلي روحي معنا علشان تشوفي اهلك دول يحرامها يتجننوا عليك وبعدين ما ينفعش بنت زيك تفضل قعدة في الغابة المخيفة دي لوحدها بصراحة هم عندهم حق المكان مخيف جدا انا بصراحة مش عارف حضرتك قعدتي هنا طول الفترة دي ازاي المكان فعلا مرهب وفي حيوانات كتير متوحشة احنا الحمد لله النهاردة ربنا سطرها معنا وما فيش اي حاجة هجمت علينا يلا بينا تعالي معنا تفضلي ايه عم مهاب ده ايه المجنونة دي بقولك ايه سيبك منها انت عملت اللي عليك وزيادة خلاص ايه مهمة يعني وفشلت مش مشكلة خليها قعدة هنا بتعيش حياتها مع الحيوانات بقولك ايه احنا لازم نمشي الحيوانات دلوقتي وقت نومهم لو صحيوا واحنا موجودين هنا هيكلونا كلنا يلا يا مهاب وبلاش شغل التسبيل بتاعك ده وفكك بقى البت اصلا مسترجلة انا مش فاهم انت بتسبلها على ايه انت تخرص خالص انت مش فاهم اي حاجة تسبيل ايه وكلام فارغ ايه بقولك ايه امشوا امشوا كلكو انا مش ماشي مش هينفع سبها في المكان ده بعد كل ده مش هينفع سبها وامشي امشوا انتوا وبقولوا لليوا ان انتوا ملقتونيش وحتى ما لقتوش العربية بتاعتي او حتى اقولوا له ان انا موتت لكن مش هينفع ايجي معاكم مش هينفع سبها في المكان ده لوحدها انا وعدتها اني مش هسيبها وفعلا مش همشي واسبها يلا امشوا قبل ما الحيوانات يصحوا ايه اللي انت بتقولوا ده انت تجننت ايه اللي وخلاص اخد خبر مننا ان انت موجود وان احنا وصلنا لك ومستنيك دلوقتي في مكتبه واقول ايه بقى الممتك اللي كل شوية تتصل بيا وهتتجنن عليك وممكن يجي لها قزمة القلب اللي عندها بسببك انت وحضرتك قاعد هنا مع الست هانم بتتغازل فيها في الغابة مهاب اعقل يا مهاب وتفضل روح معنا مش هينفع نسيبك هنا خلاص احنا قلنا لللوا ان احنا معاك وانك موجود سيبك من كل الكلام الفارغ ده لازم نمشي يا مهاب حالا ايه يا مهاب انت سرحان ومش معايا خالص كده ليه يلا يا حبيبي ركز معايا كده يلا اركب العربية علشان نمشي قبل ما الحيوانات تصحى الكلب ده عمال يبصلنا بقاله فترة وانا بصراحة مرعوب منه اما مهاب ما كانش مركز مع الكلام تماما كان طول ما هو واقف مركز مع لميس وقال له طيب انا مضطر ان ياجي معاكم هعمل ايه ما باليد حيلة خلاص اركبوا العربية بس وروحوا عند عربيتي وحاولوا تصلحوها انا عارف ان انت بتفهم في العربيات كويس قوي خد بالك عشان درجة الحرارة بتاعتها كانت عالية جدا ممكن تولع ولا تحصلها اي حاجة في اي وقت واول ما تصلحوا العربية هركب معاكم وهروح معاكم يا سيدي مهاب هتروح معنا يا مهاب احنا هنروح دلوقت نصلح عربيتك وهناخدها معنا وهنمشي ولو العربية ما تصلحتش هنسيبها وهنمشي ازايك يا بوبو عامل ايه صباح الفل شايفة بوبو ما بقاش بيهجم علي زي زمان وبقى اخذ علي وتعود علي وكل ما يشوفني بقى يجري علي كمان تخيلي انه حبني اوي بصراحة انا كمان حبيته انا بحبك اوي يا بوبو فعلا بوبو ده كان اول ما بيحس باي حد بيقرر من ناحيتي او اي حاجة خطر علي بيهجم عليه وممكن يموت اللي قدامه لكن غريبة انه حبك جدا وكل الحيوانات اللي هنا حبوك اوي بس مع الاسف لازم ينسوك لميس ارجوك يا لميس اسمعي كلامي اسمعي كلامي الاخر مرة في حياتك لازم ترجحي معايا ماينفعش اسيبك قاعدة في الغابة هنا الوحدة وانا لو علي عايز افضل قاعد معاكي هنا مروحش بس مش هينفع حياتنا هناك ماينفعش حياتنا توقف ونفضل عايشين في غابة زي دي يلا يا لميس تعالي معايا لميس اتعصبت وقامت وقالت له انا قلتلك مليون مرة انا مش رايحة معاك في حتة هو انت مين اصلا علشان تقعد معايا هنا انت مجرد ظابط جيت هنا علشان تخلص المهمة ويا حرام المهمة عطلت بسبب واحدة مجنونة زي حبة تعيش مع الحيوانات ومش عايزة تعيش مع البني قدمين وبصراحة انا عندي حق الحيوانات احسن من البني قدمين مليون مرة وانت اثبتلي النظرية دي من اول ما جتلي هنا بس خلاص كفاية بقى كلام لغاية هنا انت عملت غلطي وانا مش عايزة اتكلم من بدري انت حرة خليكي قعدة هنا في الغابة وعيش حياتك انا مستحيل هوقف حياتي علشانك علشان خطر واحدة مجنونة زيك معتقدة ان الحيوانات احسن من البني قدمين لأ البني قدمين احسن كتير والبني قدمين على القل بتفهم وتقدري تتكلمي معاهم لكن الحيوانات لأ انا هسيبك وهمشي يا لميس وانت حرة لم يستبته ومشيت ومهاب كان متحصب منها جدا وما كانش هين عليه يسيبها ويمشي وفعلا سيبها ومشي اضطر انه يمشي علشان يرجع لحياته الطبعية وراكب العربية وهو راكب العربية وهم في الطريق ابتدى يفتكر كل حاجة بينهم حلوة وابتدى يفتكر لما كانت بتعلمه ازاي تصلك عالشجرة وازاي يجيب البلح من عالنخل وابتدى يفتكر بوبه وكل الحيوانات وكمان اول ما افتكر انه خلاص سابها ومشي وما بقاش هيشوفها تاني ابتدى يزعل وابتدى يكتائب جدا وكان متضايق انه سايبها ومشي كان نفسه قوي وهو مروح تكون هي معاه كمان لميس كانت بتفتكر كانت بتفتكر كل حاجة حلوة معاه وكانت فاكرة من جواها انه هيفضل قاعد معاها ما كانتش متوقعة ابدا انه هيسيبها ويمشي وكانت قاعدة في قضتها كل ما تفتكره تنهار من العياد ونروح لمامة مهاب اللي كانت قاعدة هي واختها وفجأة جرس الباب رن بس ما كانوش متوقعين ابدا انه ممكن يكون مهاب اما نادا كانت قاعدة في قضة مهاب واول ما سمعت جرس الباب طلعت تجري وكان قلبها حاسس انه ممكن يكون مهاب علشان كده فرحت قوي وطلعت تجري من القوضة وراحت تفتح الباب اول ما نادا فتحت الباب لقيت مهاب قدامها اتصدمت ومامته فرحت جدا هي وخلته كمان اما مهاب ما كانش شايف اي حد قدامه وكان متضايق جدا لكن نادا طلعت تجري عليه وترمت في حضنه وفضلت تقوله مهاب حبيبي وحشتني قوي انا ماش متخيلة حياتي من غيرك قلبك كان وحش قوي من غيرك يا مهاب الحمد لله ان انت رجعت بالسلامة انا كده ارتحت ومبسوطة قوي اوعى يا مهاب تعمل اي مهمات صعبة زي دي تاني وتبعد عننا احنا كنا هنتجنن من غيرك يا مهاب اما مهاب زقها بعيد ومشي وراح لمامته علشان يسلم عليها نادت فجأت جدا واتصدمت وخالته ابتدت تتعصى مهاب حبيبي يا روح قلب امك انت وحشتني قوي يا حبيبي بقى كده يا مهاب تسيبني طول الفترة دي حبيبي وانا قلقانة عليك ده انا كنت هتجنن عليك يا نور عيوني ومش عارف اوصلك ازاي وكل ما اتسل باللوة ما يرضاش يرد علي انا كان قلبي بيقول لي انك اكيد فيك حاجة واكيد يا حبيبي ما كنتش عارف ترجع فعلا يا ماما انا ما كنتش عارف ارجع اول ما روحت الغابة العربية بتاعتي بازت علشان كده ما عرفتش ارجع وطبعا هناك ما فيش شبكة خالص ما كنتش عارف اتصل بكي ولا طمينك علي انا قاسف يا ماما علشان قلقتي علي طول الفترة دي بس خلاص انا رجعتلك واوعدك اني خلاص مش هسيبك تاني المهم طمينيني عليك انا كويسة يا روح قلبي بخروة الحمد لله وطبعا الفضل يرجع لخلتك وبنتها ندى فدلوا قاعدين معايا طول الفترة اللي انت مش موجود فيها وكانوا بيهونوا علي وبيطمينوا قلبي ويقولوا لي انك اكيد راجع والحمد لله يا حبيبي انك رجعت روح سلم على خلتك ازايك يا خلته عاملة ايه وحشاني قوي انا متشكر يا خلته علشان قعدتوا طول الفترة دي مع ماما انا كنت قلقان عليها بس برضو كنت قلبي متطمن علشان عارف انك مش هتسيبيها وعارف انك على طول هتبقي جنبها بجد متشكل ليك انت وندى خالد مهاب كانت متضايقة منه جدا لانه زق ندى وتعامل معاها باسلوب وحش وردت عليه كلمتين وبس وقالت له حمد الله على سلامتك يا مهاب وبعدين بتشكرني على ايه دي اختي مهاب قال لهم طب يا جماعة عن اذنكم علشان هل كان من التعب وطول الفترة اللي كنت فيها في الغابة معرفتش هنام كويس فانا مضطر ادخل اخد شاور علشان هنام وارتح شوية انا طبعا كان نفسي اقعد معاكم بس معلش تتعوق لا يا حبيب قلبي هم يعني ناس غريبة روح يا حبيبي خد الشاور بتاعك وريح على السرير ونام يا روح قلبي وشبع نوم واول ما تصحى منهم هعمل لك كل الاكلات اللي انت بتحبها روح يا حبيبي وارتاح هم ناس غريبة برضو مهاب اخد الشاور بتاعه وغير هدومه ورجع على سريره اللي كان وحشه جدا وفضل قاعد على السرير وكان عمال يفكر في لميس وكان بيقول يا يا لميس دماغك نشفى وعنيدة جدا لو كنت جيتي معايا كنت هبقى فرحون قوي وكنت هبقى مبسوط بس مع الاسف دماغك نشفى ومرضتيش تجي معايا بس انا عمري ما هنساك يا لميس عمري في حياتي ما هشيلك من بالي واتاني يوم الرائد مهاب راح لشغله ورح يسلم على اللوة بتاعه اللوة قاله حمد الله على السلامة يا بطل انا طبعا عارف انك متضايق علشان المهمة ما كملتش انا مش عارف ايه البنت المجنونة دي اللي مرضيتش تيجي معاك بس الحمد لله ان انت قدامي بخير وسلامة تعال يا مهاب اقعد يا حبيبي اقعد نتكلم شوية والله يا فندم انا كان نفس اكمل المهمة للاخر وطبعا متضايق جدا ان المهمة الوحيدة اللي في حياتي اللي ما كملتهاش بس بصراحة البنت دي بطلة انها تعيش في المكان ده من وهي صغيرة وما تتخيلش هي عيشة ازاي وبتتعامل ازاي مع الحيوانات الحيوانات اللي بيدفع عنها كأنها بنتهم وما بتاكلش اي حاجة غير البلح وبتشرب من ميت بحيرة البنت دي عظيمة يا معقولة تخيل يا مهاب ان انا كنت متراهن بيني وبين نفسي ان البنت دي اكيد هتكون ميتة عمري في حياتي ما كنت اتوقع ابدا انها تقدر تتأقلم مع العيشة دي وكمان تكون عيشة بس بصراحة انت الوحيد اللي كنت مؤمن بالعملية دي وانت الوحيد اللي كنت دايما بتقول انها تبقى عيشة وهفضل مؤمن بالعملية دي لغاية ما خلصها للنهاية انا مش هسيبها يا رايس هفضل وراها لغاية ما رجعها لغاية هنا واسلمها الاهلها كمان بايدي لميس لازم ترجع كده يا ماما شايف اللي حصل معايا شفتي اول مجريت عليه وكنت عايزة حضنه لانه كان وحشني جدا شفتي عمل معايا ايه ها انا مأهورة بقولك يا ماما ها انا قلبي بيقول لي كده ان فيه واحدة تانية في حياته اكيد انا متأكدة من كده ده ما كانش بيعملني بالاسلوب ده كان بيخفي زعاني لكن دلوقتي حس انه بقى بيكرهني بس انا مش هسيبه ومش هسيب البنت اللي بيحبها يا نا يا هو معقولة يامل معايا انا كده انا مأهورة معقولة يا ندا تفتكري يكون بيحب وحدة تانية علشان كده يعني اتغير من ناحيتك انا هعرف ربي وهوري كويس اوي ازاي بص الوحدة غيرك هو انت فاكرة ان انا هسمح له اصلا انه شوف وحدة غيرك وبعدين برضو الرقة عليك انت ما تروحيله الشغل وخديله معاك بوكي ورد والدلعي عليه زي بقيت البنات وساعتها اكيد هيتقرب منك وهيحبك وحتى لو شوف وحدة غيرك ساعتها هيسيبها ويرجعلك ايه رأيك بقى في الفكرة دي معقولة يا ماما يعني انت شايفة كده ايوا صح انت عندك حق انا لازم اعمل كده بصي انا بكرة هروح للشغل وهالبس لبس حلو قوي وهيخله معايا بوكي ورد بس يا رب بيحس اصله تقيل كده وبيتكلم كلمتين بالعافية بس انا قلبي بيقولي ان الخطة دي هتنفع وساعتها اكيد قلبه هايلين واكيد ساعتها كمان هيحبني اما مهاب كان قاعد في المكتب بتاعه وكان عمال يفكر في اللاميس كانت وحشاة قوي وما كانش عارف يا طره هي بتعمل ايه لدوقتي لوحدها فجأة اتخد اول ملاء نادى دخل عليه المكتب واتدايق منها جدا وفضل يكلمها بعصبية ويقول انتي ايه اللي جابك هنا انتي الجننتي انتي مش هتبطلي بقى تمشي ورايا في كل مكان وقلتلك مليون مرة انا ما ينفعش هتجوزك انتي مجرد اخت ليا كفاية بقى ويريد تحسي على دمك وتفهمي انتي مش هتتجوزيني ولو حتى اخر يوم في عمرك يا ستي انا ما بحبكيش بقى كده يا مهاب انا 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 اصفى اصفى ان انا جيت لك هنا انا والله حبيت يعني اعمل لك سوربرايز وجبت لك البوكيل ورد يمكن تحس بيا بقى ومشاعري يا مهاب انا بحبك من زمان قوي من وحنا صغيرين بس انت مع الاسف ما بتحسش بيا نهائي حاولت اعرف ايه هي من وصفات فتاة احلامك وحاولت اقلدها واعمل زيها مش هتوصلي مش هتوصلي الفتاة احلامي فتاة احلامي لازم تكون بنت امية راجل بنت شجاعة وقوية وبنت كويسة جدا مش بنت كل اللي همها نفسها وبس يا نادا انا اصف انا مش عايزة اجراحك بكلامي بس يا نادا انت اختي من وحنا صغيرين وحنا متربيين مع بعض انا مش شايفك غير كده ومستحيل تكوني غير كده انا بجد اسف علشان بجرحك بكلامي بس يا ستي انت ربنا يعوضك بواحد احسن مني خلاص يا مهام انا اسف ووعد مني مش هكلمك في الموضوع ده تاني وهعتبر ان خلاص الموضوع انتهى وانا وانت اخواته بس وانا بقى ربنا يعوضني بواحد احسن منك وانت كمان نادى رامة الورد في الارض وطلعت تجري وهي بتعيط اما مهام كان مستغرب جدا منها وما كانش فاهم هي ليه بتعمل كده وهي اصلا ما بتحبهوش ورجع قاعد في مكتبه تاني وابتدى يسرح بخياله تاني والغاية ما راح للميس فدل يخبط على دماغه ويقول كفاية تفكير فيها بقى كفاية انا ما بقتش عارف اشوف شغلي 24 ساعة بفكر فيها نفسي انساها انا مش هارف في ايه البنت دي مش هايزة تطلع من دماغي ليه اخروجي بقى لكن لميس كانت قاعدة في قدتها وهي كمان كانت بتفكر فيه وكانت مسك البلح اللي دايما بيأكلوه مع بعض وكانوا عملين يعملوا مسابقة عليه وكانت عملت بسط للبلح وتاكل وهي بتعيط كان نفسها جدا مهابي يكون معيها وفضلت تقول لا انا مش هفكر فيه تاني ده انسان خين كل اللي همه المهمة وبس مش مهم عنده مشاعر الناس ولا انا كانت مشاعر ايه ناحيته خلاص انا مش هايزة فتكره تاني وخلاص ما بقتش هايزة تعامل مع اي بني قدمين تاني انا كرهت كل الناس ومش هايزة شوف اي ناس تاني انت خلاص ربنا يوفقك في حياتك يا مهابي لكن انا هفضل هنا محلك سر انا وذكرياتي اما مامة لميس كانت حزينة جدا وكانت على امل ان بنتها ترجع لها تاني لكن مع الاسف برضو الليوة ما كانش بيرد عليها ما كانش فيه اي حد بيريحهم ولا بيطمنهم عليها لكن فجأة وهي قعدة سرحانة سمعت جرس الباب اهلا وسهلا يا ابني حضرتك عايز حد اكيد حضرتك ضربت الجرس غلط اكيد حضرتك عايز دكتور عماد دكتور عماد ساكن في الشقة اللي فوقينا لا يا فندم انا عايز حضرتك مش حضرتك برضو والدة لميس انا اكون الرائد مهاب اللي كنت معاها هناك في الغابة وعلشان كده جيت اسلم على حضرتك واشوفك بجد انت انت اللي كنت مع لميس بنتي قول لي ارجوك تقول لي هي فين اكيد جبتها معاك صح يا حبيبتي دي ما كانتش بتنامل لف حضني اكيد جات معاك على طول علشان تشوفني اتفضل اقعد يا ابني انت واقف ليه دي وحشتني قوي ده انا عملت لها كل حاجة يا بتحبها هي فين اكيد بتخلص اجراءات عندكو في الاسم صح ارجوك نفس شوفها ده انا ملهوفة عليها قوي انا وبابها ان اتجنن من غيرها قول لي حبيبي هي راحت فين طب هي جاية وراك يا يا لميس وحشتيني قوي يا طر شكلها بقى اعمل ازاي انا بعتذر بجدا اسف بس انا رحت لها لغاية عندها وحاولت ارجعها معايا بس مع الاسف هي رفضت انها تيجي والله اتحيلت عليها كتير قوي انا وزميلي علشان ترجع معنا بس مع الاسف هي اخدة من كل البني ادمين موقف وكمان بالذات من حضرتك وبابها علشان انت سبتوها في الغابة لوحدها ومشيتو انا عارف طبعا ومقدر ان ما كانش ينفع تفضله ايوة يا ابني والله ما كانش ينفع نفضل معاها الحيوانات المتوحشة كانوا هيكلونا ده اولا وسانيا الباص لو كان سابنا ومشي كان زماننا نفضل محبوسين معاها هناك وكنا هنموت انا وبابها ما كنش هنقدر نستحمل وكمان كان لازم نرجع في الباص علشان نروح نبلغ البوليس ويدوروا عليها بنفسهم لاننا ما كنش هنقدر ندور عليها انا مش حارف اقولك ايه يا ابني بجد بشكرك ان انت طمنتني عليها بس عمري ما كنت اتوقع ابدا ان هي اللي مش عايزة تركأ ما تقلقيش هي كويسة جدا ومتأقلمة على الوضع كويس قوي هناك وعلى فكرة هي اتصحبت على كل الحيوانات وبقوا بيحبوها قوي وما تخفيش عليها اي حد بيحاول يقرب منها الحيوانات دول بيدفعوا عنها سبحان الله الحيوانات بيحبوها بطريقة غير طبعية وهي اتقلمت على الوضع وفضلت عيشة هناك حتى كمان بنت لنفسها قوضة كلها من ايديها هي من خشب الاشجار والنخل بصراحة بنتك بطلة انا متشكرة قوي يا ابن بجد فرحتني ان انا خلاص اتطمنت عليها واهم حاجة عندي انها عايشة لان بابها كان دايما كان دايما حاسس انها ممكن تكون لقدر الله وماتت لكن انا دلوقتي مرتاح اتطمن يا فندم هي عايشة وما تخفيش انا مش هارتح ولا يهدالي بال الا ما رجعهالك بايدي لغاية هنا ما تخفيش بنتك في عنايا الاتنين وانا دلوقتي مضطرة استأذن واي حاجة حضرتك تحتاجيها انا تحت امرك اما مهام الراحل كافيل مفضل بتاعه وكان بيشرب استجار بتاعه وكان برضو عمال يفكر في لميس لانها ما بتخرجش من باله تماما لكن وهو قاهد كان فيه بنت قادة عبترابيزة اللي قدامه وكانت عمالة تبصله وكانت معجبة به جدا قامت من عبترابيزة وفضلت تقرب عليه لغاية ما وقفت قدامه وقالت له لو سمحت هو انا ينفع اقعد معاك شوية وتكلم معاك ده يعني بعد اذنك عايز اتكلم معاك وقعدت ورد عليها مهاب وقال طب ما انت قعدت ها عموما يا ستي نورتي قوليلي عايزة ايه لو محتاجة اي خدمة نطحت امرك مرسي قوي انا مش محتاجة اي حاجة بس بصراحة انت امور قوي وشبه خطيب يالله يرحمه انت عارف انا بجد كنت بحبه قوي واول ما شفتك انت فكرتني به انت عارف ان انا عندي مشكلة عندي مرض بمشي وانا نايمة والدكاترة قالولي ان ده مرض نفسي فجأة اول ما قالت عندها مرض نفسي وانها بتمشي وهي نايمة ابتدت ترجع بيزا وكرة تاني وابتدى يفتكر لما لميس كانت حاولت تقتله بالسكينة ولما زقها في الارض وفضلت عايت وتقوله انها عندها مرض وانها بتمشي وهي نايمة وممكن تقذي نفسها او تقذي اي حد ممكن تدمر اي حد قدامها بدون ما تحس مهاب سلم على البنت وفضل يقولها انا متشكر بجد متشكر قوي انت فكرتيني بحاجة مهمة انا كنت ناسيها الحاجة دي فيها حياة او موت انا بجد بشكرك وعموما فرصة صعيدة عن اذنك انا لازم امشي دلوقتي حالا ردت البنت وقالت له بس استنى هنا انا مش فاهمة حاجة حاجة ايه اللي انت لما شفتني وقعدت اتكلم معك افتكرتها وحاجة ايه اللي هي حياة او موت ارجوك تقولي في ايه بالزبط انا مش فاهمة رد مهاب وقالها مش لازم تفهمي بقولك انا لازم امشي دلوقتي حالا عن اذنك وسبها ومشي وجيري ريكب عربيته وجيري على الغابة على لميس واول ما راح هناك طبعا بوبو استقبله وقرب عليه اما مهاب فضل يتبطب عليه ويقوله بوبو اخبارك ايه وحشتني قوي عامل ايه انت والمجنونة صحبتك انا جيت علشان اتطمن عليها ده انا قلقان عليها جدا يا بوبو اللي اقولي هي فين شكلها كده في القوضة بتاعتها انا عارف ان هي بتحب تنام في الوقت ده عن اذنك بقى يا استاذ بوبو لازم اروح اشوف صحبتك المجنونة علشان اتطمن عليها عايز اقولك يا بوبو ان هي وحشاني قوي انا بجد هتجنن واشوفها حسس ان في حاجة كبيرة في حياتي نقصاني واول ما جيت الغابة دي حسيت اني ارتحت بجد حبيت الغابة دي قوي وحبيت كل الحيوانات الموجودة فيها عن اذنك بقى يا استاذ بوبو اما اروح اشوف ست لاميس لكن مهاب اول ما جيه يدخل القوضة شاف اللي ما كانش حد يتوقعه ابدا مهاب اول ما دخل قوضة لاميس اتفاجئ جدا من اللي شافه لقى لاميس مرمية على الارض وشرايين ايديها متقطعة بالسكينة مهاب حاول يفوقها وقعد على الارض وفضل يهز فيها ويقول لها لميس لميس مالك يا لميس امي يا لميس ايه اللي حصل لك بس انا غلطان هانا السبب علشان سبتك ومشيت اوعيدي كنت مش هسيبك تاني امي يا لميس ارجوكي تقومي هانا حياتي كلها بقت عبارة عن لميسه بس ما بقيتش بفكر في اي حد غيري مهاب شايل لميس وهو شايلها كان عمال يبص لها بكل حزن وزعل ما كانش متخيل ابدا ان ممكن يحصل لها كده وطلع بيها الغابة علشان يحطها في العربية لكن اول ما بابه شافها اتدايق اول وفضل يهوها وعليهم كتير مهاب فضل سايق عربيته باقصى سرعة وكان هيتجنن علشان يوصل بسرعة للمستشفى وفعلا اخد لميس لغاية المستشفى والدكتور ابتدى يكشف عليها وكان واقف هيتجنن عليها ومتحصب جدا وحاسس بتقنيب الضمير وكان دايما يقول بينه وبين نفسه ان هو السبب علشان سبها ومشي مهاب خرج في جنينة المستشفى وكلم مامتها في التليفون علشان يقول لها اللي حصل السلام عليكم يا فاندن انا اكون الرائد مهاب اهلا وسهلا بحضرتك اه والحقيقة فيه اخبار جديدة بس اخبار حزينة انا اسف اني بقولك الكلام ده لميس هنا في المستشفى ايه لميس بنتي هنا في المستشفى ايه اللي حصل لها معقولة قطعت شرايين ايديها يا حبيبتي يا لميس خلاص خلاص احنا جايين دلوقتي حالا المستشفى خير في ايه مالها لميس ايه اللي حصل لها وبتعيطي كده ليه انا سامعك بتقولي اني لميس في المستشفى معقولة يكون جرالها حاجة يعني هيا هنا اه لميس هنا اصلا ما قلتلكش هي ان من يومين الرائد اللي كان عندها هناك في الغابة جالي وطمني عليها ومش عارفت ليه مختون سيت اقولها بس اتصل بيا دلوقتي وقال لي انها في المستشفى معقولة حاجة زي دي ما تقولي ليش عليها انت ازاي تتصرفي كده وازاي ما تقولي ليش ان بنتنا رح لها الرائد طب يلا نروح المستشفى بسرعة ده مش وقته اول ما مهاب دخل لقى الدكتور وشه حزين قرب عليه وسأله خير خير يا دكتور هي مالها لميس انت وشك مش مطمني هارجوك يا دكتور تعمله اللازم رد الدكتور عليه وقال هو ايه اللي حصل لها بس بالزبط؟ دي وقعت على دماغها بعد ما قطعت شرانها وتقريبا وقعت على طوبة انا عايزك بس تفهمني ايه اللي حصل معاها بالزبط ووقعت الوقع دي ازاي؟ رد مهاب وقال مع الاسف يا دكتور انا ما شفتش حاجة انا دخلت عليها القضة لقيت الدم نازل من ايديها معرفش بقى اذا كانت وقعت على الطوبة ولا وقعت فين بالزبط هي حالتها ايه دكتور بالزبط ارجوك تقولي ويا دكتور لو حالتها محتاجة انها تروح بر مصر انا مستعدة اوديها هعمل المستحيل علشان تخف بس هي ملها مع الاسف هي فقدت الزاكرة هي وقعت وقع جمدة جدا على دماغها وتقريبا وقعت على حاجة صلبة زي طوبة او حديدة علشان كده مع الاسف هي فقدت الزاكرة وطبعا ما ينفعش نواجهها بدا تماما لازم نتجاوب معاها ونشوف هي فقدت انهي جزء من حياتها بالزبط ونبتدي نتعامل معاها على الاساس ده بس هي على فكرة نزف الدم كتير ياه معقولة تفقد الزاكرة انا مش حارف بس يا ربي اللي حصل ده ازاي وازاي تقطع شرينها بالمنظر ده طيب عموما يا دكتور الدم اللي انتو عايزينه انا تحت امرك انا مستعيب دعم المستحيلة علشان هي تقوم بالسلامة وما تقلقش يا دكتور مش هنقول لها اي حاجة على موضوع الزاكرة وهنتجاوب معاها وطريقة العلاج السليمة اللي حضرتك هتقول لنا عليها اكيد هنتبعها وفعلا مهابة برع لها بدم وكان عنده استعداد يتبرع لها بحياته كلها لانه ابتدى يحس من جواه غيرها وارجع لها القوضة وهي نايمة على السرير فضل يبصلها ويكلمها بكل زعل وهو بيقول لميس انا بجد ااسف ااسف على اللي عملته فيك انا باعتبر ان انا المسؤول عن كل اللي حصل لك علشان سبتك ومشيت المفروض ما كنتش سبتك ابدا يا لميس انا بجد باعتذر لك لميس انت بقيت حاجة مهمة قوي بالنسبالي انا مبقيتش قادر اعيش من غيرك انا ليل ونهار بفكر فيك نفسي اقولك الكلام ده وانت صحية علشان تقوليلي انت بتبادليني بنفس الشهور ولا لأ دخلوا باباها ومامتها عليها القوضة وفضلوا يتأملوا في ملامحها اللي كانوا نفسهم حتى يشوفوها وفضلوا يعياته جامد جدا وباباها فضل يقولي يا حبيبتي يا لميس يعني يما نيجي نشوفك يا حبيبتي يا نور عيني تبقي في المستشفى وحتى مش قادرة تفتحي عيونك الحلوين علشان تشوفي باباك ومامتك يا حبيبتي يا حبيبتي يا نور عيني انا اسفى يا حبيبتي ان انا سبتك يا ريتني انا اللي كنت قاعدت هناك وشفت العذاب اللي شفتي ولا ابدا انا شوفك في الحالة دي يا نور عيني بس كده يا لميس مش عايزة تشوفي ماما يا حبيبتي انت عارفة وانت صغيرة كنت متعلقة بي قوي وكنت بتحبيني اصحي وشوفيني بقى نفسه شوف عيونك اما راح الاب وقال لمهاب انا بجد بشكرك جدا علشان اللي انت عملته مع بنتي وانك شلتها وجبتها لغاية هنا بجد الف شكر بس قولي هي بنتي مالها وايه لحصل لها بالضبط والدكتور قال ايه مع الاسف عندها ارتجاج في المخ وفقدت الزاكرة والدكتور لغاية دلوقتي مش حارف هي فقدت انهي جزء من حياتها بالضبط والدكتور مستني علشان تسحق ويبتدي يتجاوب معيها ويسألها هي مين واسمها ايه علشان يعرف هي فاكرة ايه بالضبط ونسيت ايه بس ما تقلقوش ده ان شاء الله وضع مؤقت الدكتور قال ان شاء الله الموضوع ليه علاج وعلاجه اننا ما نواجهاش بالحقيقة انها فقدة الزاكرة ونبتدي نسايرها ونتعامل معاها اما الام والاب انهاروا اكتر من العياط والام قالت لها ليه كده بس ليه كده بس يا ربي اليوم اللي حتى بتمناته لحياتي اني اشوف بنتي ونور عيوني وصادي تطلع فقدة الزاكرة والله اعلى ما هتفتكرني انا وبابها ولا لأ ليه بس كده يا حبيبتي ارجوكي تقومي نفسي تعرفيني لكن فجأة صحيت لميس وقالت مهاب مهابي حبيب انت فين يا جماعة حدي نديلي مهاب جوزي كل اللي وقفين اتصدموا واولهم مهاب راح الاب وفضل يذهب معاه ويقول له جوزها انت تجننت انا اللي كنت لسه بشكرك من شوية وفاكر ان انت عملت معانا جميلة يعني عشان البنت الوحدها ووحيدة وفاكر انها ملهاش اهل رحت تتجاوزها من ورانا على فكرة انا هروح لللوة وهخليه يرفدك وهطين عشتك راحت الام وقالت له ليه بس كده يا ابني ليه تعمل كده هو انا يعني كنت عزها عليك ده انت شاب زي الامر وقال في بنت تتمناك وقال في عيلا يتمنوك بس يا ابني احنا بابها ومامتها ما ينفعش ابدا كنت تتجاوزها من ورانا ليه بس كده ده ان اعتبرتك زي ابني وشكلك ابن ناس وانسان محترم ارجوك ارجوك تطلقها الرد مهاب عصبية وقال ايه يا جماعة اللي انتوا بتقولوا ده الكلام ده طبعا انا اتجاوز مين ما اتجاوزتهاش طبعا مفيش الكلام ده ارجوك يا جماعة فهموا دي واحدة مريضة وبعدين الدكتور بيقول ممكن تهلوز باي كلام اي حاجة في عقلها الباطن ممكن تقولها وتفتكر انه هو ده الحقيقة علشان كده لازم نتجاوب معاها وما ينفعش نواجهها باي حاجة وارجوك يا جماعة توطوا صدقوا علشان ما تسمعش الكلام ده وتتعصب فجأة وهم بيتكلموا دخل الدكتور مهاب قاله الحق يا دكتور دي صحيته وبتقول مهاب انت جوزي وكلام غريب كده ارجوك يا دكتور تفاهم باباهم وموتها لانه هم مش مستوعبين ايه حالتها بالزبط انا مش عارف انا متجاوزتهاش والله يا دكتور انا مش فاهم حاجة رد الدكتور عليه وقال يا جماعة تطمنوا ما تقلقوش دي حالة طبعية جدا وبتقول شوي التخريف بس مع الاسف التخريف اللي بتقولها دي لازم ننفس كلامها بالزبط مدام قالت يعني ان هو مهاب جزها يبقى لازم تعيش معاه ونحاول نتققلم على الوضع ده على انه هو جزها الحالة اللي زي دي ندرة جدا وبتحصل واحد في المليون ولو ما تققلمناش على كلامها ممكن يحصل لها مضاعفات الدكتور راح للميس وحاول يتكلم معيها ويسألها قوليلي يا حلوة انت اسمك ايه وعندك كم سنة ويطار عايشة مع مين وليكي اب وام ولا ليكي زوج أرجوكي تفاهميني وتقوليلي انت ايه حياتك بالزبط وعايشة مع مين وعايشة فين رضيت لميس وقالت أنا اسمي غزل وعندي 18 سنة واللي هناك ده يكون جوزي ويكون الرائد مهاب انا بحبه قوي من اول ما شفته احنا في الجامعة اعجبنا ببعض قوي وانا بحبه قوي قوي ومع الاسف كنت حامل وسقط بس انا وهو بنحب بعض قوي رد الدكتور وقال يا جماعة انا مش عارف اقولكو ايه بس انتو لازم تتأقلموا على الوضع ده انها تكون مرات مهاب وكان عندها طفل وتوفى ومع الاسف هي ما قالتش ان كان ليها ام ولا اب يبقى لازم تفضلوا بعيدة عنها الفترة دي ولازم تعيش مع مهاب كأنها مراته بالزبط انا مش عارف ده ازاي وازاي هيحصل بس يا جماعة مفيش اي حل تاني لازم نتجاوب مع حالتها انا ما عنديش كلام تاني اقوله الرد والدها بعصبية وقال ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور لأ طبعا مستحيل يحصل معقولة بنتي انا بنت الناس المحترمين تعيش مع راجل غريب في بيت واحد لأ وكمان تتأقلم على انها مراته مين اللي يوافق على الكلام الفارغ ده انا مستحيلة وافق هي اه كانت عيشة في الغابة والوحدها طول السنين الطويلة دي بس انا واثق ومتأكد ان ما فيش اي حد جي جنبها ووصك من تربية بنتي بس مع الاسف اللي انت بتقوله ده يمس شرفنا وصمعتنا يا فندم ايه ده انا بقول بس الفترة مؤقتة وبعدين ده الرائد مهاب شخص محترم جدا انا عرفه من زمان وهو صديقي على المستوى الشخصي وبعدين هو مش عايش لوحده في البيت معاه الست والدته الست المحترمة ست نادية لو سمحت يا فندم هو ده اللي عندي وما فيش اي حل لعلاج بنتك غير ده حتى لو سفرت بيها برا مصر هيقولولك نفس الكلام ده حالة نادرة جدا وهو ده العلاج الوحيد ارجوك يا فندم تصك في الرائد مهاب بجد ده شخصية محترمة جدا وما فيش غير الحل ده ياريت تفكر عن اذنك مهاب قال لبابا يا فندم انا طبعا مش هاجبني كل اللي تقال ده وانا عارف انه طبعا الكلام ده يمس شرف حضرتك وصمعتك بس يا فندم حضرتك ما تعرفنيش انا اخر واحد في الدنيا ممكن امس شرف حضرتك بسوق انا مستحيل ابدا اعمل اي حاجة غلط وحضرتك تقدر تسأل علي وبعدين اللي عيش معايا في البيت تكون امي وتكون ستة كبيرة حضرتك ياريت تيجي معايا وتتعرف على امي وتشوف الوضع هناك ازاي طبعا علشان هي تتعالك ردت لميس وقالت مهاب انا عاوز اروح بيتنا بقى انت وحشتني قوي ونفسي قاعد اتكلم معاك زي زمان ونسهر صهارتنا الحلوة يلا بقى يا مهاب رد الاب وقال هعمل ايه بس ما باليد حيلة مضطر اني اوافق مع ان اللي بيحصل ده ماينفعش ولا ينفع في عيلتنا ولا في الاصول تماما بس هعمل ايه مضطر اعمل كده علشان راحت بنتي علشان تخف وتقوم لنا بالسلامة انا بتمنى اليوم اللي ترجع لنا فيه بيتنا وتنور فيه حياتنا مهاب لميس في عيني كل اتنين يا مهاب اوعى الرد مهاب وقال عمي انا عايز اقولك اني لميس جوه عيوني ما تقلقش انا عيلتي معروفة جدا وانا معروف في البلد كلها مين الرائد مهاب يا فاندي ما حطها جوه عنايا ما تخافش عليها وما تقلقش كل يوم هتصل بيك هبلغك بحالتها بالضبط وان شاء الله تخف وتقوم باستلامة وانا اول ما تخف هوصلها بايدي لغاية حضرتك لازم تكون فيه ثقة متبادلة بنا اهلا اهلا يا نادا يا حبيبتي هعمل ايه يا روح خالتك اخبارك ايه وفين ماما ايه ده انت شكلك زعلانك ده ليه في حد دايقك يا حبيبتي حكيلي ايه اللي حصل معاك ردت نادا وقالت لها اه يا ستي ابنك اللي دايقني ينفع كده يا خالته اخد بوكي ورد والبس اللبس الجميل ده اللي لسه شريه مخصوص علشان اروح له واروح له لغاية الشغل بتاعه يكلمني باسلوب وحش ويفضل يشخط فيا ويزعق لي انا عملت له ايه بس اخالته وبعدين انت عارفة ان انا بحبه قوي من وحنا صغيرين ونفسي اهوة كمان يبدلني نفس الشعور مامت مهابة بطبطبت عليها وقالت لها ايه دي بس يا حبيبتي ان شاء الله كل حاجة هتتحل اصل الحب بالذات والجواز ما ينفعش بالغصب لازم يكون بالاتفاق وانا عارفة ان هو اخره اكيد ليكي وانا يا حبيبتي مستحيلة جوزه لأي وحدة تانية غيرك انتي وبس ايه دي بقى ايه دي هو بس عصب حبتين بس قلبه ابيض والله اهو مهاب جي اهو يا ستي افريدي وشك بقى كده يا نادا علشان يشوفك على طول حلوة وزي الامر ما ينفعش يا حبيبتي يشوفك مكشرة واول ما ييجي انا هقعد واتكلم معاه وان شاء الله نتفق على الخطوبة وتتخطبه بقى علشان نفرح بيك وانا ومامتك يلا انا هروح افتح له ونشوف اول ما دخل مهاب ولميس وهم مسكين ايد باط نادا تجننت وكانت بتبص لهم بعصبية وحتى مامتك كانت بتبص لهم بعصبية ومش فاهمة في ايه مهاب قال لهم ازايك يا ماما اخبارك ايه حبيبتي ازايك يا نادا عاملة ايه ايه يا جماعة ما بتسلموش علينا ليه ردت الام وقالت ايه يا مهاب خير يا حبيبي قول لي ام المين اللي معاك دي البنوتة دي انا اول مرة شوفها وبعدين هي عاملة كده ليه وليه لابسة كده وبعدين انت ماسك ايدها ليه يا مهاب خير ردت لميس وقالت ازايك يا ماما عاملة ايه ما انا لازم امسك ايده مش انا برضو مراته ردت الام وقالت نعم مراته مراتك ازاي يعني يا مهاب انا مش فهم اي حاجة البنت دي تكون مراتك يعني انت يا مهاب اتجوزت من ورايا ايه اللي انت بتعمله ده وانت خريف اللي بتحصل قدامي دي وبعدين كمان جايبها لي لغاية البيت لغاية هنا وبعدين انت عارف كويس قوي انت المين ومين اللي هتتجوزك الرد مهاب وقال ماما لو سمحت انا مش عايز كلام دلوقتي انا هشرح لك وفهمك كل حاجة بس مش دلوقتي يا ماما ارجوك احنا عايزين ندخل قد علشان نرتاح علشان تعبنين جدا وبعدين يا ماما هبقى تكلم معاك وهفهمك كل حاجة ارجوكي ما تستعجليش ومش عايز كلام دلوقتي لو سمحته الرد تلميس وقالت ايوا يا حبيبي يلا ندخل قدتنا علشان وحشتني قوي ونفسي تكلم معاك كلام كتير قوي وبعدين بقولك ايه انت مش هتنزل النهاردة هعمل لك حتة صهرة رومانسية حلوة قوي على ضوء الشموة رد عليها مهاب وقال بعدين يا حبيبتي بعدين الكلام ده يلا ندخل قدتنا ونتكلم شفتي شفتي اخلته شفتي ابنك وعميله وتقولي ده اخرته ليك انتي فين بقى شايفه ده تجوز من وراكي وجايب لك مراته كمان لغاية هنا وقال ايه داخل قدته وعايزة تعمل معاه صهرة رومانسية انتي فاهمة اخلته اللي بيحصل وانتي قاعدة هنا ولا تعرفي اي حاجة مهنش عليه حتى يقولنا انه رايح يتجوز هو ايه بس اللي رايح يتجوزها دي اجمل مني في ايه هي اصلا ايه اللي هي لابسها ده ايه دي بس يا ندا ايه دي يا حبيبتي هو قلها يحكي لنا كل حاجة بس انا مش فاهم حاجة مستحيل مهاب ابني يعمل كده ده ما بيعملش اي خطوة غير لما لازم يقولي معقولة مهاب ابني يعمل فيا كده ويروح يتجوز من ورايا لا انا قلبي بيقولني ان في حاجة اكيد الموضوع ده في حاجة ومش طبيعي ايه دي بس يا ندا وان شاء الله كل الامور هتتصلح ردت ندا وقالت امور امور ايه بس يا خالته اللي تتصلح هو خلاص اختار البنت اللي عايز يتجوزها بس انا برضو مش هتسلم وهفضل وراه لغاية ما يتجوزني انا انا لمهاب ومهاب لي عمري ما هسيبه في حياتي ابدا والبنت دي انا بقى اللي هتصرف معاها اينا يا هي مهاب مستحيل يكون لأي واحدة غيري مستحيل يخالته يا ستي القوضة دي تكون بتاعتك لوحدك وعلى فكرة لو عايز اتغياري اي ديكورات في القوضة انا تحت امرك شوفي الديكورات اللي انت عاوزيها وانا يا ستي علي التنفيذ بس اعتبر ان دي مملكتك وفرشيها على زوئك الله يا مهاب بجد القوضة حلوة قوي عجبتني ومش محتاجة توضيب ولا اي حاجة كل حاجة فيها راقية وتجنن حتى السرير واو حلو قوي عمري في حياتي ما شوفت سرير بالجمال ده كل حاجة فيها جميلة بس يا مهاب كنت عايزة اتكلم معاك في موضوع بس انا مش عارفة لو اتكلمت معاك في الموضوع ده تاني هتفضل تزعقلي زي كل مرة ولا لا يا ستي شوفي اللي انت عاوزاه واي طلب هتطلبيه مني هنفذهولك فورا حتى ولو كان الطلب ده فوق مقدرتي كمان انت مش متخيلة اصلا انا مبسوط وفرحان قد ايه انك معايا هنا في نفس البلد لا وكمان فوقتي بجد انا اسعد راجل في الدنيا عن اذنك بقى يا ستي هدخل اخد شاور سريع وغير هدومي علشان انت كمان تخشي تاخدي شاور واتغير هدومك افتحي الدولاب هتلاقي مليان لبس اما نادا راحت لمامتها ودخلت لها القوضة وهي متعصبة جدا وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشها وقالت لها ماما سيبي الكتاب ده دلوقتي حالا لاحسن انا هتجنن وحسني خلاص هيجرولي حاجة تقومي يا حبيبتي وقمي علشان تشوفي بنختك عمل ايه انا جبت اخري منه خلاص ما عنتش قادر استحمله يوه مش هنخلص من سيرة مهابل اللي دايما مجنناك عاوزة ايه بقى يا نادا انا بقرأ كتاب اللي انا بحبه وبعدين مش هينفع سيبه دلوقتي لحسن انا في نقطة مهمة جدا ولازم اركز فيها سيبك بقى من مهاب هو يا ست زي ما احنا اتفقنا انت هتتجاوزي وهو هيتجاوزك خلاص بقى يا نادا كبري دماغك ولو قلتلك يا ست ماما ان مهاب تجاوز هتعملي ايه شفتي بقى يا حبيبتي هو دا ابنختك اللي انت واثقة فيه واثقة ان احنا اللي اتنين هنتجاوز بعض قاد يا ست النهاردة اخدت له بوكي ورد وروحت له زي ما اتفقنا بالزبط انت عارفة عمل ايه رمى بوكي الورد في الارض وفضل يزعق فيه وعملني باسلوب وحش ولما رحت اشتكل خلطه ها لقيت الاستاذ داخل ومعه مراته ايه اللي انت بتقوليه دا يا نادا معقولة مهاب بنختي يتجوز من ورانا من غير ما يقول لنا انا مش فهم حاجة بقولك ايه انا مش هذكت والله لروح ابهدله وبهد المراته دي وانا هوريك يا نادا معقولة تعملي كده واتجوز ابنك من غير ما تقول لنا ماشي انا هعرف اتصرف معهم ازاي انا هوريهم ونروح لمهاب بعد ما اخد الشوار بتاعه ودخل القوضة على لميس وهي كانت قاعدة ومبهورة بالقوضة وكانت عملة تبص عليها دخل وقال لها يا ستي انا خدت الشوار بتاعي يلا ام انت كمان خدي شوار وغير هدومك انا زي ما قلتلك الدولاب كله مليان هدوم جبتهم مخصوص على شانك وما تقلقيش هتلاقيهم كلهم مقاسك وبرفانات حلوة جدا بس يا مهاب مش انا قلتلك اني عاوزة اتكلم معاك في موضوع ومش عارفة هتوافق ولا لأ نفسي توافق قوي يا مهاب عارف لو وفقت هكون اسعد انسانة في الدنيا كلها ممكن يا مهاب رد عليها وقال ابتدنا طلبات طلبات الزوجات الزنانة قولي لي يا ستي عاوزة مني ايه؟ كل اللي انت عاوزاه هاجبهولك تحت الرجليك اي حاجة في الدنيا تحلمي بيها او زمان مقدرتش تعمليها انا موجودة هنا علشان حققها لك ردت عليه لميس وقال هو طلب صغير ومش عارفة انت هتوافق ولا لأ كنت دايما كل ما بكلمك فيه دايما بترفق مهاب انا نفسي اجيب بيبي تاني بدل ابننا اللي مات في بطني رد مهاب وقال بيبي ينهر السودوم نيل حاضر حاضر يا حبيبتي هاجبلك بيبي ان شاء الله اللي انت عاوزانا هعملهولك بيبي ايه بس يا ربي انت بس غير هدومك وانا هنزل في الجنينة شوية هشرب صيجار وبعدين اطلع اتكلم معاك ونتكلم في اللي انت عاوزان بس بقولك ايه بلاش بيبي ارجوك اما مهاب راح قعد في الجنينة وكان بيشرب الصيجار بتاعه وكان بيقول بيبي يا نهر السودوم نيل دابوها يدبحني بيبي ايه بس انا مش عارف اتصرف ازاي بصراحة معيها وولا اقعد معاها في قوضة واحدة البني قدمة دي ازاي مش عارف بس هعمل ايه مضطر استحمل لغاية بس ما تقوم بالسلامة مهابت صدم اول ما شاف لميس وهي قال عالمص ايه ايه ده معقولة انتي طلعتي بالجمال ده انا ما كنتش اتخيل ابدا انك هتطلعي حلوة كده بجد طلعتي زي الامر معقولة هي دي لميس البنت اللي دايما لابسة ماسك ولابسة اسود في اسود وما تزعلش مني يعني شبه الرجالة حبتين بصراحة انا اتبهرت ردت عليه لميس بزعل وقالت كده يا مهاب يعني انا كنت وحشة ودلوقتي بقيت حلوة صح انا زعلن منك على فكرة علشان تتقصد بكلمك ان انا كنت وحشة وانا شبه الرجالة انا ماشي يا استاذ مهاب انا مش هكلمك تاني ام خصمك على فكرة وبعدين اصلا انا كنت لابسة لبس ده علشان حضرتك تخرجني انا زيقت قوي من قاعدة البيت رد عليها مهاب وقال لا 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 انا مقصدش ابدا انك كنت وحشة انت كنت زي الامر ودلوقتي بقيت احلى بمراحل بقيت جميلة جدا شبه الملاك بجد انا مبهور بجمالك وانا فخور جدا ان امراتي زي الامر زيك بقولك ايه شوفي المكان يا ستي اللي انت عاوزاه وعايزة تخرجي فين بالزبط واحنا نخرج ردت عليه وقالت له بص يا سيدي انا نفسي ادخل السينما معاك بيقولوا فيه فيلم حلو جدا بيتعرض في السينما اليومين دول هو ايه رأيك كمان لو نتعش برا نفسي اقعد معاك واصهر معاك كتير قوي يا مهاب رد عليها وقال حاضر يا ستي من عناية الاثنين انا هدخل غير هدومي وهاجيلك على طول علشان نخرج والمكان اللي انت عاوزة تروحيه من عناية الاثنين هواديكي في كل حت هروح اغير وجيلك على طول معقولة؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ انا بقى مش هسكت انا دلوقتي حالا هروح لناديا وهبهدلها هي وابنها مهاب يتجاوز وحدة تانية غيرك ده مش هيحصل ابدا الا وعلى جثتي وحتى لو وصلت اني قتل مراتو دي ما تخفيش يا ندا زي ما وعدتك زمان انك لازم تكوني المهاب ومهاب ليكي انا برضو بوعدك دلوقتي وما تقلقيش ما قلقش ايه بس يا ماما طبعا انا قلقانا جدا معقولة بعد ده كله مهابي يروح يتجوز وحدة تانية غيري ولو شفتيها بقى يا ماما شكلها يوي وحشة جدا ولبسة اسويت فاسويت ولبسة زي ماسكا كده على وشها غريبة قوي اموت وعرف هو شايفها من انهي اتجاه وحبها ازاي دي علشان يتجوزها ماما احنا فعلا لازم نروح نشوف حل للموضوع ده ولازم نتكلم مع خالته انا مش هسكت مهاب يا مهابي يا حبيبي تعال لي القوضة يا حبيبي عاوز ده اتكلم معاك لميس معلش ماما بتخبط علي وشكلها كده عايزاني في موضوع بصي هروح اتكلم معيها وهغير هدومي وجيلك على طول علشان نخرج انا مش هتأخر عليك هو مين لميس اللي بيقول عليها دي كل شوية يغلط ويقولي لميس انا مش اسمي لميس انا اسمي غزل وعندي 18 سنة هو معقولة يكون بيحب واحدة تانية غيري وتكون اسمها لميس ايه يا ست الكل اخبارك ايه وحشتيني بقالنا كتير ما كلمناش مع بعض خير يا ماما خبطت علي الباب ايوا يا حبيبي خبطت عليك الباب علشان تيجي توضح لي ايه اللي بيحصل بالزبط انا مش فهم حاجة يا ابني لازم يا حبيبي تفهمني مين البنت دي وجايبها لغاية بيتنا ليه وبعدين يا مهاب مش احنا متفقين من زمان انك هتتجوز ندى بنت خلتك يا حبيبي دي البنت دي انا اللي مربيها وانا ضمن تربيتها كويس قوي ايوا يا ماما بس انا يا ماما مش بحبها وقلتلك الكلام ده من زمان انت تحيلت علي بس انا ما وفقتش انا يا ماما قلتلك مليون مرة لازم لما اجي اتجوز اتجوز عن حب اكون بحب البني ادمى اللي انا بتجوزها وهي كمان تكون بتبدلني نفس الشعور وتكون بتحبني ويا ستي البنت اللي جوه دي تكون لميس اللي انا رحت المأمورية بتاعتها فاكرة البنت اللي عايشة مع الحيوانات في الغابة هي دي يا ستي وعيشت حياة قليمة قوي ومع الاسف فقدت الزاكرة معقولة يا حبيبتي يا بنتي يعني فقدت الزاكرة دي كانت صعبان علي يا قوي انها عايشة في الغابة الطويلة العريضة دي وهي لوحدها من وهي صغيرة ومن غير لأب ولا أم يا حبيبتي دي صعبت علي يا قوي يا مهاب طب وبعدين انت عملت ايه وبعدين لما فقدت الزاكرة ايش مانا يعني جبتها معاك هنا هقولك يا ستي هيا لما رحنا المستشفى والدكتور جي يكشف عليها لقاها بتقول انها مراطي وان هي كانت حامل قبل كده مني والطفل توفى والدكتور نصحنا بكده انها لازم تبقى معايا في البيت وعملها على انها مراطي وما ينفعش اي حد يواجهها بالحقيقة اللي حسن ممكن تمرد تاني وتفكيرها يقف عند اللحظة دي وبس علشان كده لازم نجريها يا حبيبتي يا بنتي تصدق صعبت علي قوي يا مهاب طب انت عملت خير يا حبيبي والله انك جبتها لغاية هنا تصدق انا كنت فاكرة ان انت جوزتها صحيح من ورايا بس انت اللي عملته ده عين العقل يا حبيبي ربنا يشفيها يا رب ايه ده يا طرى مين اللي جاي لنا في السعادي اما روح افتح بقى يا مهاب واشوف مين اللي بيرن الجرس وهاجي لك يا حبيبي علشان نكمل كلامنا تاني عن لميس اللي جوه دي رد مهاب وقال ماما انت عارفة مين اللي برا خالته وندى جاينا علشان يعملوا مشكلة علشان نادى رحت اشتكت لخالته وقالت لها اني تجوزت ماما الكلام اللي حكيتولك قوعي تقوليه لهم يا اهلا وسهلا ازايك يا اختي يا حبيبتي ازايك يا ندوشا عامل ايه يا حبيبي تقلبي تعالوا يا حبيبي تعالوا تفضلوا نقعد نصعر مع بعض ونتكلم مع بعض ولا فيه كلام ولا سلام يا ست نادية ايه اللي انت بتعملين توابنك ده هو احنا مش متفقين ان مهاب لنا دا من وهم صغيرين انتوا ليه غيرتوا الكلام اه اكيد شفتلكم شوفها تانية اكيد البنت اللي الاستاذ اتجوزها تكون بنت ناس وهاي قوي علشان كده وفقتي عالجوازة واكيد انت كنت عارفة الكلام اللي بيحصل ده مش هيمشي علي أبدا والجوازة دي لازم تبوز ازايك يا خلتو اخبارك ايه يا ندوشا منورين البيت كله مع الاسف يا جماعة كان نفسنا نقعد معاكم بس انا ولميس رايحين نخرج مع بعض شوية وعندنا عرض في السينما لازم نحضره ما تلاقوش مش هنتأخر هنيجي بدري علشان نصهر معاكم عن اذنكم كمان اخد المحروصة ورايح بيها السينما مهاب انا عايزة تكلم معاك ولو سمحت اتدخل البنت دي جوة انا مش عايزها تسمع الكلام اللي بني وبينك انا مش فهم حاجة انت ازاي تروح تتجوز من ورانا وانسيت اتفاقنا من وانتو صغيرين ان انتو اللي اتنين لبعض انا مش عاجبني الموضوع ده اصلا من اوله علشان نتكلم مع بعض مهاب يا حبيبي يلا يا حبيب ماما خد العروصة بتاعتك اللي زي الامر وروح يا حبيبي اخرجه واتبسته واعمله اللي انتو عاوزينه واي فلوس انت عاوزها الفيزة بتاعتي معاك وخد يا حبيبي اللي انت تحتاجه يلا يا لميس انا متشكر جدا يا ماما بس انا معايا فلوس والحمد لله لو احتاجت اي حاجة هقولك يا ست الكل ربنا يخليك لينا يا رب يلا يا لميس قوليلي بقى يا ست ايه رأيك في القافيه الحلو ده عايز اقولك ان ده الكافيه بتاعي المفضل بحب بقعد هنا جدا وعلى فكرة انا حاجزلك الكافيه كله علشان تعودي براحتك انا كل اللي يهم مني ساعدتك واول ما بشوف الضحكة الحلوة دي على وشك انا بكون اسعد انسان في الدنيا ومش محتاج حاجة تاني ردت لميس وقالت يا حبيبي يا مهاب انا على فكرة بحبك قوي انت مش متخيل انا بحبك قد ايه ومبسوطة قوي والكافيه جميل جدا ومعقولة انت حاجزلي كل الكافيه ده علشاني انا بجد انا اسعد بنت في الدنيا كلها معقولة في بنت تشوف كل الحب ده وما تكونش سعيدة الرد عليها وقال هو ده اللي انا عاوزه مش عاوزك غير انك تكوني سعيدة وبس عايزك تكوني مبسوطة والضحكة الحلوة دي على شفيفك مش عايز اكتر من كده يلا يا ستي قولي لي بقى عاوزة تتعشي ايه علشان نلحق نروح السينما لحسن الوقت تأخر ومشان نلحق الفيلم شفتي هانا كنت عارفة اصلا انك عارفة الحكاية من اولها يعني انت اللي موافقة ان ابنك يتجوز وحدة تانية غير ندا بنتي خلاص يا ست نادية اعتبر ان كل حاجة بنا انتهت وربنا يخليلك ابنك ومراته لكن ندا بنتي ربنا يخليها لي وان شاء الله ربنا هيعوضها بواحد احسن منه مليون مرة وبكرة تشوفي الجوازة اللي ندا بنتي هتتجوزها هتبقى عاملة ازاي لكن الكلام الفارغ ده انا ما يعجبنيش يا حبيبتي ايه دي بس في ايه وهو الولد الجوز واختار البنت دي انا اعمل ايه وانا قدام ندا بنتك اتفاجأت زي زيها بالزبط ما كنتش عارف ابدا ان هو تجوز وبعدين كل شيء بالخناء الا تجوز بالاتفاق وانا وفقت مهاب ولميس بعد ما روحوا البيت دخل قدتهم ولميس قالت لمهاب مهاب النهاردة بجد كان يوم حلوة قوي كنت حاسة اني اول مرة في حياتي اشوف الاماكن دي كنت مبسوطة جدا بجد انا بشكرك قوي انا حاسة اني تولدت من جديد وبشوف كل حاجة بعينك انت بجد بشكرك يا مهاب علشان خليتني اصعر معاك الصهرة الحلوة دي الرد مهاب وقال ده انا اللي حابب اشكرك على الصهرة الجميلة دي عايز اقولك ان انا طول حياتي بشتغل وبس حتى صحابي ما بحبش اخرج معاهم ما بحبش اروح في اي حتة غير اني بعد ما خلص الشغل اروح بيتي واقعد في القوضة دي واسمع المزيكة اللي بحبها وانام عليها وبس اما تاني يوم اول مصحي من النوم كانوا بيفتروا مع بعض والامة قالت لها حبيبتي يا لميس نورت البيت كله انت مش متخيلة انا بجد مبسوطة بيكي قد ايه هي دي العرايس ولا بلاش انا بجد بفتخر بيكي قدام الناس كلها ان عروسة ابني زي الامر لميس كانت متضايقة جدا وردت وقالت طنت حتى انت كمان بتقولي لميس انا مش اسمي لميس انا اسمي غزل وعندي 18 سنة هو ليه حضرتك دايما بتناديلي بلميس حتى مهاب كمان غريبة قوي يا ترى مين لميس دي اللي دايما بتتكلمه عنها ودايما بتتلغبطه في اسمي بسببها مهاب رد بسرعة وقال لميس دي واحدة يعني كنت خطبها قبلك علشان كده دايما بطلغبط انا اسف وبنطق اسمها وكمان والدتي دايما بتتلغبط فيكي وبتقول لميس لكن طبعا انتي احلى بكتير وانا اصلا نستها وشلتها من حياتي علشان كده انا مش عايزك تتداقي لو اي حد تلغبط في اسمك وقال لميس ردت الام وقالت ايوا يا حبيبتي غزل زي ما مهاب بيقول بالزبط بس لميس ايه بس دايما انتي احلى منها بكتير انتي عارفة يا حبيبتي انا ربنا مكرمنيش ببنات وانا حاسة كده ان من اول ما شفتك وانا وانتي هنبقى صحاب وانبقى زي الام وبنتها بالزبط دخلت عليهم نادا وقالت ازيك يا خلتو اخبارك ايه يا حبيبتي وحشتيني وانت يا مهاب عامل ايه النهاردة وانت يا لميس وحشتيني جدا ايه ده انتو بتفتروا من غيري ده نحماتي بتحبيني بقى جيت عالوقت مظبوط ردت خلتها وقالت اهلا يا نادا يا حبيبتي جيت في وقتك يا حبيبة قلبي تعالي اقعودي اقعودي وفطاري معنا علشان نتكلم مع بعض كنا لسه بنتكلم احنا التلاتة تعالي يا حبيبتي انتي كمان زي بنتي بالزبط نادا قعدت معاهم وقالت لهم انا مبسوطة قوي بالتجمع الحلو ده انا بحب جو الأسري جدا مهاب انا بصراحة كنت عايز اطلب منك طلب ايه رأيك يعني لو اخد لميس معايا ونروح نعمل شوية شوبنج زي ما انت عارف اني مليش اخوات وانا حاسة اني انا وهي هنبقى زي اللي اخوات بالزبط ايه رأيك يا مهاب على قل كمان افرجها على الدنيا ردت لميس وقالت طبعا يا نادا اكيد انا موافقة ياه هانا كمان نفسي يبقى عندي اخت وعندي صحاب كتير ونفسي اخرج واتفسح واشوف الدنيا كلها طبعا موافقة بدون اي نقاش انا اول ما هناكل همشي معاكي على طول هجيب بس شنطتي ونمشي مهاب رد بعصبية وقال لا مش هتروحي في اي حتة لميس مش هينفع تخرج يا نادا وانا مش عايز كلام كتير وانت يا نادا طول حياتك عايشها بدون اخت روحي انت يا نادا وعمل اللي انت عاوزاه لميس مش هتمشي غيره رجلي على رجلها اي مكان انا بروح ولازم تكون هي فيه وما ينفعش تخرج من غيري ويا ريت نقفل عن مواضيع دي وما تتكلموش فيها تاني فهم يا لميس وانت يا رب تكوني فهمت يا انسة نادا ردت الام وقالت ليه بس كده يا مهاب وفيها ايه يعني يا حبيبي على فكرة ده ده كويس لمصلحتها انها تخرج من اللي هي فيه وتبتدي تتعرف على الناس مش لازم تشوف الحياة كلها بعينك انت لازم يا حبيبي تتقلم مع الناس وتاخد عليهم ما انت عارف عارف ان هي اصلا ما كنتش بتتعامل مع ناس ابدا سبها يا حبيبي ما تقلقش سبها تخرج مع نادا وبعدين دول بنات هيروحوا يعملوا شوبنج وكمان انا عايزة لميس تعمل شوبنج مع نادا وتشتري اللبس اللي هي عاوزاها ما ينفعش كل حاجة انت اللي تعملها لها حتى لبسها كله على زوءك لقيا حبيبي دي بنت كبيرة رد مهاب وقال طيب خلاص روحي معيها يا لميس نادا ما تختلطش بناس يا نادا هتروح معاك وهتلف وتعملوا شوبنج وهتشتروا اللي انتوا عاوزينه وبعد كده هترجعوا على البيت على طول يا نادا خدي بالك منها وانت يا لميس لو سمحت عايزك تفضلي ماشي جنب نادا ردت نادا وقالت فيه ايه بس يا مهاب انت اللي محسسنا اننا اطفال صغيرين عموما خلاص يا سيدي انا هحطها جوه عنايا اللي اتنين ومش هسيبها لوحدها ابدا احنا هنلف بس وهنشتري اللي احنا عاوزينه وهنرجع على طول يلا يا لميس ايه رأيك بقى يا ستة لميس ايه رأيك في المول الجميل ده ده انا اشتريت شوية لبس على فكرة انت كمان تلع زوء الجميل قوي بصي بقى بعد كده لما نيجي نشتري لبس لازم نروح نشتري مع بعض واحنا خلاص من هنا ورايح هنبقى صحاب والله يا نادا انا كمان حسن انت بقيت صحبتي وبقين اكتر من صحاب كمان حسني مبسوطة كده واخد حرياتي بصراحة غير لما مهاب بيبقى معايا انت عارفة الرجالة بقى يا ستة بيبقى عايز يخلص وخلاص وانا عايزة بقى بقى تمشى براحتي واشتري كل اللي نفس فيه بصراحة النهاردة انا كنت مبسوطة معاكي قوي يا نادا بعد كده مش اخرج غير معاكي وبس اهلا اهلا ازايك يا عمر معقولة انا شفتك بعد كل السنين دي احب عرفك يا ستة ده عمر دنجوان الجامعة بتاعنا زي الامر وكل البنات يا ستة بيموتوا فيه انا ما شفتهوش بقى لي كتير قوي من ساعة ما خلصنا الجامعة احب عرفك لميس وتكون مرات مهاب ابن خلتي ها؟ رد عمر وقال ازايك يا لميس بجد زي الامر معقولة ابن خلتك يجاوز بنت جميلة ورقيقة كده يا بخته بصراحة وانت يا نادا قوليلي اخبارك ايه وحشتيني جدا معقولة ما شفكيش كل الوقت ده وما يهونش عليك حتى تسألي علي عموما هعدي هالك المراتي ورقمي زي ما هو لازم تسألي علي وبالنسبة لمادام لميس بجد انت زي الامر ردت لميس وقالت له بكل طيبة ربنا يخليك انت كمان زي الامر وعلى فكرة انا كمان محظوزة بمهاب لان هو كمان زي الامر وما فيش شاب بشفته في حياتي جميل زيه ردت نادا وقالت بقولك ايه يا لميس بصي حبيبتي روح يعملي الشبنج بقى وتفرجي عن محلات زي ما انت عاوزة وانا بقى هفضل وقفة هنا هتكلم مع عمر شوية لحسن كان وحشني موت او هتتأخر يا لميس بقولك ايه يا عمر هي دي البنت اللي قلتلك عليها واظنه ملكش اي حجة البنت زي الامر تحل من على حبل المشنقة زي ما اتفقنا بالزبط تعمل فيها اللي انت عايزه شفت بقى علشان تعرف انت عزيز علي قد ايه وبجب لك البنات اللي مستحيل ابدا تشوف جمالهم بس بقولك ايه لازم تتسل بيا في الوقت المناسب زي ما اتفقنا بالزبط او عتعبت واتلغبطني الخطة يا استاذ عمر فهم؟ رد عليها عمر وقال اللغبط ايه؟ ده ايه الجمال ده؟ انا عمري في حياتي ما شفت بنتي بالجمال ده؟ مهاب ده محظوظ ابن اللازينة لا ده انا مش هسيبها البنت دي خلاص بقت بتاعتي وبعدين بقولك ايه؟ ده انا بفكر اخطفها مش عايزها ترجع له تاني ابدا ولا تعرف حاجة عن اللي اسم مهاب ده بجد البنت حلوة قوي انا مكنتش هتخيل بصراحة انها بالجمال ده يلا 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 بسرعة بعد ما خلاص عمله شوبنج وعمر كان مشي نادا قالت للميس اه تصدق يا لميس ده انا نسيت كل الفلوس بتاعتي في البيت يعني هنتطر ما ناخدش اي حاجة من الحاجات اللي احنا جبناها بقولك ايه؟ مفيش غير حل واحد بس اننا نروح على البيت عندي علشان يا ستي ناخد فلوس ونرجع نشتري الحاجات دي تاني انا زعلان قوي ان ننسيت الفلوس دي بس مع الاسف مفيش حل تاني ايه رأيك؟ هتروحي معايا البيت؟ ردت لميس وقالت طبعا يا حبيبتي هروح معاك ما تقلقيش هنروح دلوقتي ونروح نجيب الفلوس بتاعتك وبعدين تيجي تشتري اللبس اللي انت عاوزاه مع الاسف مهاب كان ميديني الفيزا بتاعته علشان اصرف منها حطيت ايدي في جيبك ما لقتهاش شكلها كده ضوعت ولا تسرقت مني مفيش غير هو الحل ده اننا نروح معاك على البيت نجيب الفلوس ونرجع على طول نورتي بيتي يا لموسى يا امر بقول لي كيه بقى يا حبيبتي انا عايزك تطلعي تقعودي بقى في القودة فوق كده لغاية ما دور على ماما زي ما انت شايفة الفيلا طويلة عريضة وماما بعض ادور عليها لغاية ما لقيها وبعدين علشان افرجك على قطي واجيب الفلوس ونروحها على طول ردت لميس وقالي حاضر يا ستي انا كمان متشوكة او يتفرج على قطي وبعدين بقولك ايه اول ما تلاقي خالته نادي علي على طول علشان عايزة اسلم عليها انت عارف انا بحبها قد ايه هي ومامة مهاب بالنسبة لي هم زي مامتي بالزبط وبحبهم قوي ردت نادى وقالي اه حاضر حاضر هبقى نادي عليكي علشان تيجي تسلمي عليها بس اطلعي القوضة بس بقولك ايه اقوعي تخرجي من القوضة ها خليكي في القوضة وانا على طول هدخل افتح عليكي البيب وادخلك يلا يا حبيبتي اطلعي وانا هجيلك على طول اول ملاقي ماما انا جيت اهو ايه الاخبار هي فوق وجهزة ومستنياني ولا ايه بقولك ايه انا مش عايز اشوف خلقتك دي النهاردة مش عايزك تبقي موجودة تماما وتقفلي باب الفيلا من برا علشان مش عايز اي ازعاج ولا اي حد يدايقنا ولا تقوليلي بقى خدامة ولا اي حاجة تديهم كلهم اجازة ردت نادى وقالت ما تقلقش انا عامل احسابي مظبوط وانت اول ما تخلص اللي انت عايزه هعاوزاك بس تديني مكالم التليفون وتقولي خلاص انا خلاص ما بقتش عاوزها تاني لغاية ما تشبع منها وبعدين تتصل بيا وانا هشوف اللازم قالوا استاذ مهاب انا انا اكون فعلة خير معقولة ايه التخريف دي لميس لميس مع واحد في بيته مستحيل انا مش مصدق الكلام ده طب قوليلي قوليلي العنوان فين دلوقتي حالا ويطر انت مين ردت عليه نادى وقالت له مش مهم انا مين المهم ان حبيبة القلب ومراطق المصون تكون مع واحد دلوقتي في بيته اما لميس كانت قاعدة في القودة مستنية نادى على امل انها تطلع تقعد معاها وياخدوا الفلوس ويروحوا يدفعوا حق الهدوم اللي جابوها ايه ده هو نادى تأخرت كده ليه حاضر يا ست نادى كل ده تأخير قدت كئيبة على فكرة مش قدت بنت ابدا فان الالوان يا بنتي لميس اتصدمت اول ما لقيت عمر دخل عليها القودة وبيبص لها نظرات غريبة ابتدت ترجع الورق وهي خايفة منه جدا فدلت تعيط وتقول له حرم عليك انت عوز مني ايه وايه بس اللي دخلك هنا نادى رحت فين انت عارف لو نادى شفتك هنا هتبهدلك رد عليها بكل سيقة وهو بيقول نادى ازا كان اصلا نادى هي اللي قالتلي ايجي لغاية هنا وبعدين هتتصل بجوزك الرائد مهاب ويجي بقى يشوفنا مع بعض هنا وساعتها على طول هيطلقك وطبعا هيتجوزها هي وهكون انا كسبت احلى ليلة في حياتي وهي كمان هتكون كسبت هتكون كسبت الرائد مهاب ما هي دي الخطة اللي هي عاملها عمر ابتدى يقرب منها ولميس فضلت تزقه بأيديها وتقول مهاب مهاب لو جي وشافك وانت بتعمل كده مهاب ممكن يقتلك يا مهاب الحقني مهاب اول ما وصل على العنوان اول ما اخد العنوان من نادى اللي ما كانش يعرف ان هي سمع صوت لميس وهي بتقول مهاب الحقني يا مهاب مهاب اول ما سمع صوت لميس طلع يجري على السلم لميس طلعت تجري في حدن مهاب ومهاب اخدها في حدنه وفضل يطبطب عليها لكن لميس كانت منهارة من العياط قال لها ايه دي يا لميس انا جنبك ما تخفيش من اي حاجة طول ما انا جنبك ما فيش اي بني ادم على وجه الارض هيقدر يمسك بسوق انا جنبك يا لميس ما تخفيش ارجوكي ما تعيطيش ما بحبش اشوف دموعك خلاص انا جنبك ما تقلقيش ردت لميس وقالت مهاب انا كنت حسني خلاص حياتي بتنتهي انا مقدرش عيش حياتي كلها من غيرك يا مهاب انا بجد اسفل علشان انت كنت رفض اني اخرج لكن ما سمعتش كلامك واصررت اني اخرج وما سمعش كلامك مهاب يلا نمشي بسرعة مهاب ولميس اول ما روحوا البيت ودخلوا قضيتهم مهاب قال لها لميس احكي لي يا لميس ايه اللي حصل بالزبط ونادى الغبية دي ازاي تسيبك لوحدك وازاي وصلتي مع البني ادم ده في البيت ده انا مش فاهم حاجة حاسس اني متلغبط لميس ارجوكي تفتكري كل حاجة وتفهميني ايه اللي حصل بالزبط ردت لميس وقالت انا مفيش حاجة لا 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 نادى ملهاش دعوة نادى كانت موجودة معايا في المول وبعدين الشخص ده خطفني واخدني على البيت ده لكن معرفش اي حاجة بعد كده لكن ما تظلمش نادى هي ملهاش زمن دي انسانة كويسة قوي وكنا عمالين نتمشى مع بعض في المول لكن فجأة ملقتهاش رد مهاب وقال ما هي برضو غلطانة ازاي تسيبك في المول تمشي لوحدك وانا اصلا منبه عليها انها ما تسيبكيش ابدا انا هعرف اتصرف معايا كويس قوي المهم انك بخير يا لميس ده كل اللي يهمني وارجوكي يا لميس ما تمشيش بعد كده من غيري لازم تكون رجلي على رجلك ارجوكي اما نادى كانت سيئة عربيتها وهي بتقول خلاص كده اكيد كل حاجة تمام اكيد دلوقتي مهابة عند الصنيورة حبيبته ولقاها في البيت مع عمر وحصلت الكارثة واكيد طبعا رمع عليها يمين الطلاق هو ده اللي انا عاوزين انا لازم اروح دلوقتي حالا علشان اشوف ايه اللي حصل علشان افرح واشمت فيها تستهل يا لميس نادى اول ما دخلت القودة لقيت عمر مضروب ومرمي في الارض ما كانتش متوقعة انها هتشوف المنظر ده قربت على عمر ووطت عليه وفضلت تزوقه وتقول عمر انت يا حيوان انت عملت ايه بالزبط ام اه اكيد اكيد مهاب جيه ولحقها واكيد ما حصلش اللي انا عاوزين واكيد كمان طبعا ما صدقش ما صدقش انها بتخونه انت السبب اكيد ما نفستش الخطة مظبوط اعمل ايه يا ربي دلوقتي اعمل ايه بس مفيش غير حل واحد اني لازم اروح لهم البيت وكأني معرفش اي حاجة لاني لو فضلت هنا ومهاب جيه او طلب البوليس هيطقبض علي انا كمان لازم اروح دلوقتي حالا واتخلص منها بايدي انا لازم اخد المسدس من حمر وقتلها واخلص منها ونرجع تاني اللميس وهي قاعدة في قدتها بعد ما اخدت شاور وقاعدة عمالة بتقرأ الكتاب بتاعها لكن فجأة دخلت نادا القوضة وكانت عمالة تبص اللميس بكل غضب وبكل كرها ولميس كمان كانت متعصبة منها جدا ما كانتش متوقعة انها تعمل فيها كده لكن نادا قلت لها بعصبية انت انت انا لازم اقتلك وطبعا رحتي قلت المهاب على كل حاجة وقلت له ان انا السبب في كل اللي حصل لك وانا اللي وديتك عند عمر بايدي انا هقتلك لازم تفهمي اني موتك النهاردة على ايدي انا لازم اتخلص منك علشان بحب مهاب مهاب لي انا وبس مستحيل يبص الوحدة زيك اللميس قربت على نادا وهي بتقول لها تخيلي ان انا ما قلت لهش اي حاجة عليك مرضتش انه يتصدم في اقرب انسانة ليه اللي المفروض متربية معاه وبينت خلته زي اخته لكن انت تلعتي احقر مما اتخيل وبعدين مهاب هيبصلك على ايه يا حبيبتي انا مراته مستحيل يبص الوحدة تانية غيري لان انا بحبه وهو بيحبني لا اخراسي ما تقوليش الكلام ده مهاب ما بيحبكيش مهاب بيحبني انا من وحنا صغيرين ومن اول ما تولدنا وحنا متعهدين اننا نتجوز بعض واهالينا متفقين على كده لكن لما كبر بقى يا ستي وشافك وراحل مأمورية شافك وتجوزك لكن انا مش هسيبك لازم اتخلص منك وقتلك النهاردة علشان اتجوز مهاب مهاب كان واقف ورا الباب وكان سامع كل حاجة وقرب على ندأ وضربها بالقلم على وشها وفضل يقول لها انتي احقر انسانا عرفتها في حياتي بقى انتي اللي عملت كل الخطة دي عايز اقول لك اني كنت واقف ورا الباب واسمعت كل حاجة بقى تغذيها من البيت علشان تتفقي مع واحد زبالة زيك وتتصل بايا على انك فعلت خير ولما روح ولاقيها طبعا مع واحد غريب طبعا هرمي عليها يميني الطلاق ويا حرام مش هيبقى قدامي اي بني قدمة تانية تجوزها غيرك انتي انتي اخر واحدة ممكن ابو الصلع في حياتي عارفة ليه لاني بكرهك وما بحبكيش وعايز اقول لك كمان ان انا اتصلت بالبوليس اول ما سمعت كل كلامك وخلاص هم اخدوا عمر وجايين ياخدوك ردت نادى وهي بتقول له انا موافقة موافقة يا مهاب اني ادخل السجن بس مش عايزة اي حاجة في الدنيا غيرك انت وهفضل حبك لغاية اخر يوم في عمري وعمري ما هنساك يا مهاب انا عارفة انك اخترتها هي وانا عملت المستحيل علشان اوصل لك بس مع الاسف الظهر ان ده حلم بعيد كان نفسي يتحقق ونفسي انا وانت نكون لبعض كل اللي عملته ده علشان حبنا يا مهاب ومن كتر حبي فيك كرهتها هي وحاولت تأذيها علشان تطلقها وترجعلي انا في الاخر انا موافقة اني هتسجن اما مهاب اقرب على لميس وحاول يفوقها وفضل يقول لميس لميس ارجوكي فوقي ردت لميس وقالت ايوة يا مهاب انا فايقة يا مهاب ما تقلقش انا لميس مهاب قال لها ايه انتي لميس طب ازاي طب انتي حسب ايه طب قوليلي كده انا مين وانتي انتي تعرفي ايه عن نفسك ارجوكي توضحيلي كل حاجة يا لميس كلميني كلميني عن نفسك اكتر اما لميس كانت بتحاول تفتكر كل حاجة وقالت له الحيوانات بوبو بوبو فين يا مهاب ايه ده انا ايه اللي جابني هنا ايه ده انا من غير مصك ايه المصك بتاعي فين ايه اللي بيحصل بالزبط انا ايه اللي جابني في القوضة دي يا بوبو الحيوانات فين دول اهلي وعيلتي وناسي ايه اللي بيحصل بالزبط انا عايز ارجع لهم واخيرا لميس رجعت لها الزاقرة تاني وافتكرت كل حاجة ومهاب طلب ايديها من باباها وطبعا صالحها عليهم وبعد ما تعاملوا مع بعض حبتهم جدا بس لميس ومهاب قرروا انهم هيكملوا حياتهم في الغابة ومهاب هيستقيل لانه مش عايز اي حاجة في الدنيا غير لميسه بس وعاشوا في الغابة في سعادة مع الحيوانات وبكده تكون نهاية قصتنا يا رب تكون عجبتكم واتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل واحب اقولكم اني نزلت رواية جديدة حلوة قوي على قناتي الثانية